مهند سيد لو قلنا بإيجاز شديد إيه هو فلسفة المشروع القانون خاصة حكومة هي المقدمات أولاً الجهاز ده مهاش حاجة جديدة الجهاز ده هو نقل اختصاص قائم بالفعل في الهيئة العامة للطرق الكبار والنقل البار الهيئة العامة للطرق الكبار على أعباد كبيرة جداً بعد المشروع القامل للطرق وزيادة حجم الشبكة والأعباد الموجودة فبيتعمل عادة هيكلة الاختصاص ده بدل ما هنشيل كلمة النقل للبار من الهيئة العامة للطرق والكبار فقط والنقل البار يتعمل بيجهاز مع تنقيض القوانين الأديم هل يصلح أن نشتغل بقوانين سادة 75 نهاردة لا ما يصلحش الحاجة التانية هل نعمل جهاز جديد وهيئة جديدة شغلته وهو وهنتقل نفس العاملين يعني فيش عباء جزاء الدولة كمان يعني العاملين اللي بيشتغلوا في نفس الإدارة دي هتروح للجهاز بس يبقوا في صناعة نقل وبالتالي هنا محدش هيقول يعني وانت كل شيء هتشكله لجانا وهيئات والناس تاخد فلوس فما فيش عيب جديد عن موازنة الدولة بالعكس بل هيوب بل صالح موازنة الدولة هحط بقى كل وسائل المواصلات في الهيئة؟ أولا هي مش كلها هو عملية تنظيم لحركة النقل احنا الاستثمارات المودة في مجال النقل في مصر تؤتبر 10% من اللي موجود احنا بنخسر 90% لما تيجي تبص حضرتك على الوضع اللي موجود في مصر في فرص إستثمارية في مجال النقل تصل الى 90% مهضرة غير موجود بيغطيها العشوائيات اللي ساعدتك تكلم عليها فمحتاجين عدد تنظيم هذا الأمر والجهاز ده ليس بمسابة كهيئة اقتصادية ليس جهاز يهدف للربح ولكن جهاز يعتمد على تنمية موارد بنفسه يعني هو يجي مرتباته بدون أي أعباء جزاعة إذا أنت بتبحث عن موارد بس الموارد دي أولا هنقسم الموضوع لحاجتين في نقل بضايع ونقل ركاب النشاط ده إصلا موجود دلوقتي والكلام ده مش هيعمل أعباء جديدة ثانيا الرسوم اللي موجودة لما تيجي حالك تبص عليها الخمسمة الجنيه دلوقتي بعد 20 سنة هتوب بكان الخمسمة الجنيه دي إيه بقى؟ لا البكالة مثلا كرقم مش هنقول عليها هي رسوم جنيه يعني لو أنا حاطفت في قانون مثلا تحصيل من جنيه دلوقتي فلا تحصيل أي رسوم إلا بقانون فلازم يتحط في القانون رقم هذا الرقم لو هو هتحصل النهاردة ينفع حصله بعد 20 سنة لكن مكتوب بحد أكثر لكن مش شرط الرقم اللي موجودة حصله النهاردة ممكن حصل أقل منه بشكل بي لكن على نهاية العمر مثلا بتاقن بيجاز شديد يعني هيدخل فات تكتك والمكوباس والهتوبسات تعملي التنظيم كاملة والهدف هنا مراقب جودة خدمات النقل والتنظيم وسد الفجوة بين العرض والطلب بشوف المنطقة دي عندها عرضة دي وطلبة دي وأنا درج الجهاز إنه يشتغل في هذا الكلام طب بس هتاخد رسوم من السيارة طب بس رسوم أصلا بتتاخد دلوقتي يعني ما فيش رسوم جديدة بابااااك